أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية باتت عالقة ومعزولة داخل مدينة باخموت في شرق أوكرانيا وأضافت أن قوات الجيش تمنع وصول عناصر إضافية من الجيش الأوكراني إلى المدينة مشيرة إلى إمكانية انسحاب وحدات الجيش الأوكراني في المقابل شدد رئيس مجموعة باغنر يفجيني بريكوجين على أن الحديث عن تطويق كامل للمدينة هو أمر سابق لأوانه مؤكدا أن ثمانين في المئة من مساحتها أصبحت الآن تحت السيطرة الروسية لمزيد من متابعة ينضم إلي من كيف مرسلنا عام العروقي عامر إذن وسط هذه الأحاديث عن ما يحدث حاليا في باخموت ووضع القوات الأوكرانية هناك لدينا فاغنر تقول من السابق لألوان الحديث عن تطويق كامل أو محاصرة لكن وزارة الدفاع الروسية تشير إلى أن العناصر الأوكرانية باتت محاصرة داخل المدينة هل من تعقيب أوكراني على هذه التطورات؟ نعم إيمان سرغي شايفاتي وهو المتحدث باسم قيادة عمليات الشرق نفى هذه التصريحات الجديدة بأن القوات الروسية تسيطر على ما يقارب من ثمانين بالمئة من مساحة مدينة بخمود وقال أن الجيش الأوكراني ما زال يحتفظ بما يقارب من أكثر من عشرين بالمئة من هذه المنطقة وأنه صد جميع الهجمات على السيطرة على وسط المدينة وقال خلال هذا اليوم تمكن الجيش الأوكراني من صد ما يقارب من خمسة وأربعين هجمة قامت بها القوات الروسية لمحاولة من السيطرة بالشكل كامل على مدينة بخمود لكن شدد على أن المدافعين الأوكرانيين ما زالوا يدافعون عن المدينة كذلك أيضا بيانات هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية قالت بأن الجيش الروسي شن هجمات على كل المنشة اختار وأفديفكا وأيضا لمن وكل الأنظار الآن تتجه نحو مدينة أفديفكا خاصة وأنها ربما تواجه نفس المصير التي تواجهه مدينة بخمود لكن الجيش الأوكراني إلى حد هذه اللحظة يصف مدينة بخمود بأنها بؤرة الصراع لكنه يقول بأن القوات ما زالت متمسكة بمواقعها أيضا كذلك تعرضت مدن أخرى في شمال مقاطعة بنيتس على غرار منطقة إسطافيانس لعدد من الهجمات الصاروخية وفقا لما يقولها الجيش الأوكراني تم استخدام في هذا القصف سواريخ من منظومة أسترة مائمان شكرا لك عامر العروقي مرسلنا من كياب على كل هذه المعلومات